اشتركوا في القناة الهاتف يتحدث بغرابة الو ميسيو هذا ميسيو حمار يتحدث الفرنسية خطر هذا ببالي امي ماذا قال ميسيو حمار لك؟ سأل لا يمكن لدلفين صغيرة زيارتنا الحمارة دلفين هي صديقة بابا المميزة جدا من فرنسا دلفين ستأتي لممارسة التحدث بالعربية مرحة فلنسرع سيصل قطار دلفين قريبا آخر محطة تغييرا قلي هذا قطار دلفين دلفين بونجور بونجور بالفرنسية صباح الخير بونجور 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 سيد حمار يا إلهي هل هذه الحقيبة الكبيرة لدلفين؟ نعم دلفين أحضرت أشياء قليلة لزيارتها أشياء ليست لديكم هنا جوبن خبز تماطم ماء آخر دلفين سأخذك في مساء الغد أين سأضع حقيبة دلفين؟ في غرفتي في أعلى المنزل يا أبي وهذه الحقيبة لليلة واحدة؟ أوه نعم لهذا أحضرت حقيبة صغيرة فقط دلفين جاءت لتمارس التحدث بالعربية لذا علينا مساعدتها جميعاً حسناً يا أمي أولاً علي التأسف لا أتحدث العقبية بشكل جيد تتحدثينها بشكل معقول أنت طيب للغاية ميسيو بيج لكن هل يمكنني السؤال بخصوص التحدث بالعقبية؟ بالطبع أنا خبير في التحدث تفضلي بالسؤال هل الأفعال الموجودة في العقبية كلها أفعال ماضية؟ أم أفع أمر؟ في الواقع تأخر الوقت أن أرتب سرير دلفين؟ أمي أمي أتنام دلفين في سريري بوسادة على كل جانب فكرة جيدة بابا ودلفين ينماني على كل جانب من نفس السرير يا أطفال هيا إلى النوم غدا يومكم مشغول دلفين ستزور مجموعة لعبكم واو دوغمي بيا دوغمي بيا ليلة سعيدة بالفرنسية لستو ناعزة اطلقون لنغني يا أغنية تجعلنا ننام أجل أغنية دلفين الفرنسية الجميلة تسببت بنوم الجميع دلفين جاءت لزيارة مجموعة لعب بابا سيدة جزال هذه صديقتي الفرنسية الحمارة دلفين بونجور آه بونجور دلفين لقد غنى الدلفين أغنية فرنسية جميلة بالأمس أيمكننا تعليمها أغنية عربية؟ ماذا عن أغنية بينج بونج؟ نعم غني لي أغنية بينج بونج ستكون جيدة للغتي حسنا سنعزف لحنا ونغني أغنية مع بنق وبونق وبينق بونق بينق بو عدية سيد تعلمت الكثير من الكلمات اليوم بينغ بونغ بينغلي بونغلي بو بابا بيغ مرحبا جراند بابيغ بابا ايغ مرحبا بيبا مرحبا جورج جدي ما الذي تفعله؟ أنا أزرع حديقة زهور هذه البذور ستنمو لتصبح زهورا جميلة أنا أضع البذور في الأرض ثم أغطي البذور بالطراب أوه إلى أين ذهبت؟ إن البذور قد اختفت هذا غريب واثق أنني وضعت بعض البذور هنا أجل يا جدي رأيناك لكنها ليست هنا الآن إذن علي فقط أن أقوم باستخدام المزيد كما كنت أقول أنا ببساطة أضع البذور في الأرض هناك طائر صغير يأكل بذور زهور جرانبا بيغ اي ابتعد عن بذوري إذن هذا سبب اختفاء كل بذوري إنه في بطني هذا الطائري صغير طائراني أخران يأكلان بذور زهور جرانبا بيغ أوه انظره أوه 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 ما كل هذه الضوضاء؟ جراني بيغ الطيور تأكل كل بذور زهوري سنتعرضها لتذهب بعيدا لا فائدة من مطاردتها ستعود ثانية انظروا نحتاج إلى فزاعة وما هي الفزاعة؟ الفزاعة هي رجل قش يخيف الطيور ويبعدها يا لها من فكرة رائعة جراني بيغ سأصنع واحدة هيا بنا جميعا وداعا آياتها الطيور نحن سوف نصنع فزاعة هذا مخزن أدوات جرانبا بيغ سوف يكون هناك الكثير من الأشياء لصنع الفزاعة أولا نحتاج إلى عودين خشب وخيط سوف نجدها بيغ بيغ ها هي الأرنبة ريبيكا مع أخيها الصغير الأرنبي ريتشارد مرحبا جميعا مرحبا هل أستطيع ركوب اللعبة الدوارة؟ صعب يا ريبيكا لندورها بشكل سريح جدا الأرنب ريتشارد يريد ركوب اللعبة الدوارة أوه الساعدة ريتشارد يعني أننا لن نشرع في الدواران يستطيع ريتشارد اللعبة مع جورج ريتشارد أتود اللعبة مع جورج؟ لا جورج لديه ديناصور مثلك لنذهب ونراه الأرنب ريتشارد بنفس عمري جورج ريتشارد يريد رؤية الديناصور ديناصور جورج أيمكن لريتشارد اللعب بديناسورك؟ لا ريتشارد أيمكن لجورج اللعب؟ لا جورج وريتشارد لا يريدان مشاركة ديناصوريهما جورج اللعب سيكون ممتعا أكثر لو شاركته كان هذا لطفا من جورج ديناصور جورج لا يحب المشاركة ريتشارد دع جورج يمسك الديناصور الآن ريتشارد لا يحب المشاركة أيضا لما كل ذلك البكاء جورج وريتشارد يبكيان دائما عندما يلعبان معا إنهما صغيران جدا على اللعب بشكل لائق أتعلمهما كيف يلعبان معا؟ بالتأكيد نستطيع المساعدة في بناء قلاع رملية فكرة جيدة هيا إلى مكان الرمل جورج وريتشارد يحبان مكان الرمل جورج وريتشارد اليوم سوف نبني كليعا رملية بابا بابا هذه حقيبة ملابس قديمة جورج وجد فستانا جورج المضحك السيد فزاعة لا يريد ارتداء فستان وجدت بابا مع طفن جيد جدا بابا جورج وجد قبها جيد جدا يا جورج السيد فزاعة يحتاج لي وجه هذا صحيح أتودين أنت وجورج أن ترسم وجها؟ أجل أرجوك جورج يرسم العينان والأنف تترسم الفم رائع جدا السيد فزاعة مستعد مرحب الطيور الصغيرة تبحث عن بذور زهور جرامبا بيغ أنظر الطيور الصغيرة عادت لا تقلق يا بيبا السيد فزاعة سوف يبعدهم نجح الأمر السيد فزاعة أخاف الطيور وأبعدها مرحب جيد الآن لن تأكل بذور ثانية أو يا جدي تبدو الطيور حزينة جدا أجل لا بد أنها جائعة لذلك أحضرت هذا ما هذا يا جدتي؟ حاوية طعام الطيور أيها الجد أحصل على بعض بذور؟ تعالي يا طيور وقت الغداء الآن الطيور لديها بذورها مرحب الطيور الصغيرة سعيدة تابا سعيدة لأن بذور زهور جرامبا بيغ لن تؤكل لكنها سعيدة أكثر لأن الطيور الصغيرة لن تظل جائعة تابا طيور أولا سوف نملأ الدلاء بالرمل ثم نقوم بقلب الدلاء ونتركها تركة خفيفة والآن نرفع الدلاء بكل سرعة ريتشارد بنى قلعة رملية هيا بسرعة وجوج أيضا بنى قلعة رملية رأيتما اللعب معا شيء ممتع يا إلهي هذه اللعبة لم تسر بشكل جيد كانت هذه غطة أخيكي لقد حطم قلعة جورج الرملية أخوك هو من حطم قلعة أخي الرملية أولا اهداؤوا اهداؤوا أنتم الكبيرتان كان عليكما أن تعلم هذا صحيح نحن كبيرتان وجورج وريتشارد صغيران جدا لكي يلعب معا جيدا أنا لدي فكرة جورج ما هو أكثر شيء تفضله في هذا الملعب؟ أرجوحة جورج يحب الأرجوحة أرجوحة من الصعب اللعب بالأرجوحة بمفردك ريتشارد يريد اللعب بالأرجوحة أرجوحة 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 انظري جورج وريتشارد يلعباني معا أرجوحة 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 جورج يحب ريتشارد ريتشارد يحب جورج جورج وريتشارد يلعبان معا أرجو حاجة ميلا بي با بي بي با بي بي با بي